في اخر بقعة من شرق اليمن يقف المئات من اليمنيين في اعتصام مفتوح للمطالبة بحفظ السيادة يدرك الاهالي هنا انهم قدروا هذه الارض مثل ما هي ايضا قدر لهم وبالتالي فان تواجد قوات غير يمنية لا يستقيموا امزجتهم خصوصا ان لا هدف واضحا لهذه القوات ولا مهام عسكرية مثل ما يدعي التحالف العربي دوما فهذه الارض ضلت بمنأ عن الحرب وبعيدة عن مد الميليشيا القادمة من الشمال المعتصمون عرفوا ما يقومون به بانه تعبير حضاري مكفول بالدستور ومحمي بالقانون اما الاهداف فحددوها بالحفاظ على السيادة اولا واعادة فتح المنافذ والموانئ البرية والبحرية ثانيا ورفع القيود التي يفرضها التحالف على التجارة ثالثا ومجمل هذه المطالب تصب في دعم السلطة الشرعية وتقوية نفوذها على الارض حد تعبيرهم هذا ما يعتمل حاليا في المحافظة اما عن الاسباب التي قادت اليه فقد ابتدت القصة بقدوم قوات سعودية الى المحافظة نهاية العام 2017 عززت بقوات اخرى سيطرت على المطار والمنافذ الحدودية قدوم القوات السعودية تزامن مع اخبار عن انشاء قاعدة عسكرية للمملكة هناك التزامن ايضا كان مع وصول قوات اماراتية الى جزيرة سقطر القريبة من المهرة ليبدو الامر وكأن كل قطب من قطبي التحالف يبحث له عن نصيب من الارض والنفوذ في مناطق السلم اليمنية هذا الوضع جعل من هدف اعادة الشرعية اليمنية الذي اعلن عنه التحالف العربي بعيدا عن صنعاء عاصمة الانقلاب وقريبا من المهرة وسقطرة التي لم تصل اليهما القوات المقلبة ولك في هذه المقاربة ان تتأمل وتسأل ما الذي يريده التحالف العربي من اليمان